مساء الخير وأهلا بكم حلقة جديدة من بوكس تو بوكس لا صوت يعلو فوق صوت النادي الأهل مهما كانت الأحداث سخنة مهما كان في حوادث هنا موضوعات هنا قصص هنا كل حاجة دلوقتي بناخدها على الهامش يعني ممكن نتكلم في موضوعات تانية لمجرد الرصد لا التحليل لا يعني الحديث لا استرسال لا كل حاجة لأن كل حاجة مخصصة دلوقتي للنادي الأهلي حتى مشاعر الجمهور مش رايحة غير للنادي الأهلي بص كده على استعراض المواقع أو وكالات الأنباء أو الصعف حتى على مستوى العالم هما بيستعرضوا سيمي فاينال دور أبطال إفريقيا هتلاقي المساحة اللي واخداها مباراة الأهلي والترجي اللي هتبطالك بكرة إن شاء الله الصعاشرة بالليل على استاد رادس هي اللي واخده كل الاهتمام طب برة كمان بتعمل ده عشان جمهور الأهلي كتير فيقروه لا قيمة الأهلي بتجبر كل وسائل الإعلام على الاهتمام بالمباراة مباراة الأهلي والترجي عاملة زي مباراة ريال مدريد ومنشستر سيتي كده في دور أبطال أوروبا السيمي فاينال هنا بينطلق تقريبا في نفس توقيت السيمي فاينال هنا هنا ريال مدريد ومنشستر سيتي وإنتر ميلا وإيه سيميلا أنا مباراة واخده اهتمام إعلامي أكبر وأوسع أكيد الريال مدريد ومنشستر سيتي ليه عشان الريال الريال في أوروبا هو الملك هو الملك بتاع القرى الأوروبية والأهلي في أفريقيا هو الملك هو الملك بتاع القرى الأفريقية عشان كده كل الاهتمام بالمباراة بتاعة بكرة كل الناس عملة تتكلم عن المباراة وعملة تسترسل في المباراة وعملت حل للأداء الفني للفريق ده والأداء الفني للفريق ده والظروف المحيطة وده هيعمل ايه وده هيعمل ايه انما كل الترشيحات بتتجه لمين للنادي الاهلي في هذه المباراة تذكرت التصريح بتاع الكابتن نبيل معلول الحقيقة اللي كان بعد دور المجموعات واللي يتمنى امنية وربنا يكتبها له يبقى جبرت معاه كابتن نبيل معلول قال بتمنى القرعة توقعني مع النادي الاهلي ده قبل قرعة الادوار الاقصائية اللي هي دور التمانية يعني ليه بقى يا كابتن عايز تقع مع الاهلي ليه قالك لانه جنبي فانا حسافر اروح للاهلي والاهلي يجيلي بدل ما اروح لأدغال القرى الافريقية فالصحافة التونسية والاعلام التونسي اندهش جدا 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 حد يروح للأسد عارينه حد ينتظر الأسد يجيله ده يأكله يا كابتن يهبشه يا كابتن طب خلي أكلة الأسد دي آخر حاجة اللي هو ما فيش مفر يعني لكن يمكن ربنا يكرم وحد يخرج الأسد والله يخلص عليه قبل ما يجيلنا يعني اه يا كابتن نبي لفت الأيام وتحققت الأمنية وجالك الأسد والغاية بيتك والاهلي في الحاجات اللي زاية دي ما بيهزرش وده اللي قاله مارسيل كولر النهاردة في المؤتمر الصحفي قالك احنا داخلين الماتش ده ما فيش هزار احنا عارفين عايزين ايه عارفين ماشيين ازاي عارفين كمان بنواجه مين وقدى للترجل حقيقة قدره وحجبه طبيعي كنادي كبير وكنادي مهم في القرى الافريقية وان الانداج كبيرة لا بتقف على لعيب مصاب ولا بتقف على ظروف محيطة ولا بتقف على كل الكلام ده لان الانداج كبيرة تستطيع ان تنهض وتنطفد سريعا النادي اللي ما عارفش يعمل كده يعني ما عارفش ينهض بسرعة ويقف بسرعة على رجليه بقاش نادي كبير يبقى عامل فاق كبير لكنه مش كبير انما الانداج كبيرة لما تواجه ظروف صعبة تعرف تنطفد وتعرف تتخطى الصعاب وتعرف تقف على رجليها وتعرف توصل للي هي عايزة عشان كده مارس الكولر قدت ترجي حجمه في المؤتمر الصحفي والحقيقة الكلام ده مطمئن معناها ان الفريق الاهلي لانه مارس الكولر لما يتكلم اكيد حيعكس ده للعيبة بتاعته في اجتماعاته الخاصة اللي بيقوم بيها وكولر مكسف جدا 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 جلساته مع اللعيبة سواء سنائيات سواء بشكل فردي سواء بشكل جماعي في المحاضرات النظرية بتاعته في التمرين وهو مهتم ان يكون قريب جدا من اللعيبة حتى في التمرين يعني يقف يغذر مع ده يقف يضحك مع ده يقف يقول كلمتين لده يشد ده يدوس على ده يقول لي مثلا حسين الشحات هتكسبني الماتش ده يقول لي حمد فاتح تراهيني على انك هتجيب جون في الماتش ده بيقول لي محمد هاني انت اللي هترفع الكرة اللي هايجي منك جول بيقول لي بيرسي تاو انت هتبقى نجمة هزي المباراة بيقول لي كهربا انت كالعادة اللي هتخلص بيقول لي محمد شريف لما تاخد فرصتك هتبقى احسن من اي حد بيقول لي محمد عبد المنعم انت الجوكر بيقول لي محمد الشناوي انت اتغيرت انت ما كنتش كده اول ما جيت انت ايه اللي حصل لك بيهزر معايا يعني بيقول لي علي معلول انت هتبقى الظاهر الايصر التاريخي للنادي الاهلي فيهم وشغال عليهم بشكل كبير جدا محاضرة مهمة جدا 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 عملها مرسيل كولر النهاردة تكلم كتير جدا على فريق الترجي وطريقة لعب فريق الترجي ورغبة فريق الترجي ان هو يباغت الاهل وقال ان هو عارف ان الترجي عنده ظروف محيطة وكل الاعلام بيتكلم عال الكلام ده وان احنا مش عنا ارتكن وقال انه الجهاز الفني للترجي بيقوده مدرب صاحب خبرات كبيرة كابت النبي المعلول وعارف ان كل الكلام ده اتنقل لفريق الاهلي وان ممكن الاهلي يرتكن على الكلام ده وعلى الافكار دي وعلى الاحداث وعلى الاصابات وعلى الملعب بدون بموره على كل الكلام ده فيباغتنا من اول مباراة ففي حاجات لما نبدأ المباراة لازم كلنا نكون مركزين فيها اولا الانتباه الشديد التركيز الشديد اللعب من لمسة واحدة ما تضيعش الكورة ما تضيعش الكورة المس بس يبقى مش موجود نهائيا لازم الكورة رجل في رجل مش احنا الجغنية بتقول كتف بكتف يا اهلي في الملعب رجل في رجل يا اهلي نسبة المس بس لازم تقل جدا لازم لما تجيلك الفرصة لنقل الهجمة تستغلها جدا لازم نلاقي بعض لازم نقرب جدا من بعض ها كانت محاضرة مهمة جدا لعبة الناد الاهلي ولعبة الناد الاهلي جاهزين لهذه المباراة وده اللي اكده كمان طبيب الاهلي الدكتور احمد ابو عبلا قال كل اللعبة اللي كان عندها اصابات اللي راجع من اصابات او كان عندها المشاكل الفترة اللي فاتت زي عمر السلية زي ياسر ابراهيم زي محمود متولي زي حسين الشاحات اللي كان عنده شد شوية في الضمة قال كله جاهز للمشاركة واللعب تسعين دقيقة باكبر حمل واقوى حمل بدني فني ممكن والجهاز الفني هو الذي له القرار في اشراك اي لعب انما كله جاهز لهذه المباراة الاهلي اكمل استعدادات النهاردة باخر تدريب ليه المباراة بكرة زي ما قلتلكوا الساعة عشرة كل التوقعات بتشير ان الاهلي فنيا افضل انما في ملعب رادس النجاح انك تبقى مركز وانك تبقى في قمة مستوك في هذه المباراة